اشتركوا في القناة الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيق اليوم لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجموعة الاساسية لمؤتمر ميونخ للأمن في القاهرة وقد كلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معالي وزير الخارجية بنقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله وتمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء مشيدا فخامته بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تمتاز به من نماء مستمر وخلال اللقاء جرى حوار تفاعلي بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجموعة الاساسية لمؤتمر ميونخ للأمن حول القضايا الاقليمية والدولية وقد عرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على استضافة اجتماع المجموعة الاساسية للمؤتمر الذي يناقش اهم القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ويعكس دور جمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصها الدؤوب على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع واشاد معالي وزير الخارجية بمسار العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المجالات مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء به لأفاق اشمل لما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين مثمنا معالي الدور الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية وصون الامن القومي العربي